اشتركوا في القناة بين مختلف شعوب العالم وأشهد سموه بتوجيهات جلالته السامية واللفتة الإنسانية الكريمة لمساعدة الأشقاء السوريين في الأردن ومدية العلم والمساعدة لهم لتخفيف المعاناة الحياتية التي يمرون بها في ظل الظروف المناخية الصعبة متمنا سموه الدعم المتواصل الذي تلقاه المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سموه للعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة بأنه بناء على التوجيهات الملكية السامية فقد واصلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذ برامجها الإغاثية والتحركاتها الميدانية تجاه اللاجئين المتأثرين من تدعيات فصل الشتاء القارس هذا العام والذي أثر بشكل كبير في حياة اللاجئين خصوصا في مناطق المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مشيرا سموه إلى أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يتابع الظروف المناخية وتدعياتها على اللاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها حيث جاءت توجيهات جلالته بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وأوضح سموه بأن هذه المساعدات تأتي ضمن مساهمة مملكة البحرين لدعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في استضافة الأشقاء السوريين وتقديم العون والمساعدة لهم في ظل الظروف التي يمرون بها من جانبه أوضح الدكتور مصطفى السيد بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعدت دراسة تفصيلية لاحتياجات اللاجئين السوريين وعلى وجه الخصوص احتياجات اللاجئين في مخيم الزعتري حيث قامت المؤسسة بإنشاء مجمع البحرين العلمي والمكون من أربع مدارس لخدمة اللاجئين السوريين إضافة إلى مجمع البحرين السكني وذلك في إطار جهود المملكة في التكافل الإنساني ونشر السلام ودعم جهود التلمية المستدامة لتوفير حياة كريمة للإنسان في جميع أنحاء العالم وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى اللاجئين السوريين في ظل الظروف المناخية القاسية التي يعانون منها خلال شهور الشتاء وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية لتقديم مساعدات عاجلة لدعم الأشقاء اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية واتات هذه المساعدات ضمن مساهمة مملكة البحرين لدعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في استضافة الأشقاء السوريين وتقديم العون والمساعدة لهم في ظل الظروف التي يمرون بها هذه المساعدة التي أتت من قلب ملك الإنسانية من إحساسه بإحتياجات الأشقاء في هذه الظروف الصعبة والبرد القارس وأشكر دعم الحكومة لنا مشاريع المؤسسة التي تنتشر في كثير من الدول وبأساليب بداعية وتحرك سريع لا يمكن أيضا قيام بيلولا دعم الحكومة مساعدات البحرين مميزة الآن اتفقنا مع أم المتحدة لتقديم الدعم للمحتاجين بطريقة نحفظ به كرامتهم هالاتفاقية أساسا لدعم المضررين من البرد القارس وأنت شفته في وسائل الإعلام كيف الأطفال حتى بدون لحذية متألمين بين الثلوج وجوم مؤلم وفي اللحظة من ليالي البرد جلالة الملك عن طريق سمو شيخ ناصر وجهنا بدراسة الوضع وتقديم المساعدة فهذا ضمن هالدعم الشتوي المسلمي نحن فخورون بالشراكة مع مملكة البحرين مشاريع نوعية والتعاون مع المؤسسة الملكية تعاون قديم ونسعد دائما بمشاركة المؤسسة في فلسفة العمل وبإسم المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أتوجه بشكر الجزيل للمملكة وأتوجه بشكر الجزيل لجلالة الملك حمد بن عيسى وكذلك أيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد على المجهود الكبير الذي يقومون به ونتمنى أن يستمر التعاون إن شاء الله مع المؤسسة في المستقبل يسعدني أن أرحب اليوم بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والوفد المرافق قمنا بالتوقيع على اتفاقية مهمة جدا تؤكد على استمرار الدعم للاجئين في الأردن حيث قامت الأردن بسخاء باستضافة العديد من اللاجئين وهي شركة كمملكة البحرين في تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية ونحن فخورون بذلك